اهلا بكم الى حلقة هذا الاسبوع من طاقة بلاس اشارات تراجع الامدادات الروسية تبدأ بالانعكاس على الاسواق وتوقعات ارتفاع درجات الحرارة في الولايات المتحدة تنبغ بارتفاع اسعار الغاز الطبيعي الى ابرز العنوان بيانات تتبع السفن تذر تراجعا كبيرا في شحنات نفط عبر الموانئ الغربية الروسية ووسط ارتفاع درجات الحرارة في جنوب غرب الولايات المتحدة لمستويات قياسية اسعار وقود الغاز تبدأ في الارتفاع في ظل توقعات باستمرار هذه الموجودة الحرارة منذ مطلع العام الاسواق تعيش على وقع تباين التوقعات الاقتصادية وتوقعات الطلب على النفط لكن اسواق النفط بدأت اخيرا باظهار علامات على ان سلسلة تغفضات الانتاج التي اتخذتها بدأت بالانعكاس الا ان النفط ما زال في حركة عرضية على المدى المتوسط والمدى الطويل اظهرت ايضا بيانات تتبع السفن تراجعا كبيرا في الشحنات عبر الموانئ الغربية الروسية خلال الاسابيع الاربعة الممتدة من التاسع من يوليو الجاري اذا ما انتقلنا الى جانب الطلب والى الصين تحديدا لم يكن اشد المتفائلين باداء الاقتصاد الصين يتوقع بان انفتاح الصين بعد كورونا لن يرقى الى مستوى التوقعات وبالتالي افتقار النفط لمحرك اساسي كم طاقع انه يدفع الاسعار للمزيد الارتفاعات من جهة اخرى التشديد النقضي في الولايات المتحدة ما زال يضغط على اسعار النفط تحديدا بعد تأكيد الفدرالي على احتمالية رفع الفائدة لمرتين اضافيتين خلال العام الجاري عوامل مجتمع اثبتت ان تحرك اوبيك بلاس الاستباقي بخفض انتاج النفط كان تصرفا صحيحا ويعكس فهما للوضع الحالي الاسواق ومستقبل ايضا تغير العرض والطلب ولتحقيق الاستقرار بشكل نعم فكرة وصول اسعار النفط الى مستويات ومطاق اعلى مثلا نطاق 90 او 100 دولار البرميل كرير لعام الجاري يعني اصبحت مستبعدة لدى الكثير من المحللين بالرجوع الى المعطيات التي تشهدها السوق في الوضع الراهن وهو ما ظهر رجاليا في التوقعات الاخيرة لبنوك الاستثمار وتغييرها لمستهدفات اصعار النفط في النصف الثاني من العام الجاري من لندن ارحب ببورني غري محلل نفط الخام العالمي في اندبندنت كومودتي انتليجنانس سورفزز بورني اهلا ومرحبا بك عودة النفط يعني الى مستويات الثمانين دولار اذا نقول برينت الى مستويات الثمانين دولار وهذا النطاق هل هو تأثر باقتناع السوق انه روسيا ملتزمة ده همنا نقول بما اتفقت عليه من تغفيد لالانتاج نعم هذا واحد من عدة عوامل انتم كنتم على حق بتحديدها النفط اختبر الثمانين دولارا وربما سنخرج من نطاق السبعين الى ثمانين دولارا في الايام القليلة المقبلة وبشكل مريح والخفض الروسي ربما كان ما اخلى بالتوازن اضافة الى ما اعلنت عنه السعودية من تمديد الخفض اضافة الى الخفض الاجمالي من منظمة اوبيك بلاس وهذا في نهاية المطاف قد بدأ يحرك سعر النفط فوق مستوى الثمانين دولارا هل سيبقى فوضى المستوى ام لا اوبيك تفضل ذلك لكن روسيا ربما كانت الحجر الاخير في سلسلة الدومينو في هذه الاستراتيجية طيب يعني الان ربما صورة الطلب على الخام ومن ناحية العالم الغربي ودعا نقول مثلا الاقتصاد الامريكا الاقتصاد الاوروبية يعني واضحا الان ان تضخم يستجيب بشكل كبير لعمليات تجديد السياسة النقدية في المرحلة الماضية وبالتالي هذه الضغوط المزيد من الفوائد المرتفعة قد تكون خفت في الوضع الراهن هل تعتقد انه هذا قد يسعر النفط باعلى من المستويات الحالية او يعني يقوم سوق بعكس هذا التسعير لانه كانت هناك تخوفات اكبر من فوائد اكثر ارتفاعا ومخاوف اكبر من الركود هذا عامل اساسي فنحن كنا امام ارقام تضخم جيدة نسبيا في امريكا وجاءت اقل من المتوقع هذا امر جيد ربما هي لا تكفي لايقاف رفع الفائدة ب 25 نقطة اساس في يوليو لكن هناك حديث عن احتمال رفع الفائدة بمرة واحدة فقط وليس بمرتين في النصف الثاني من العام وهذا الامر سيترك اثرا ايجابيا على اسعار النفط ورأينا ان هذا الامر قد جعل الدولار يهبط الى ادنى مستوى في شهرين مما يجعل شراء النفط ارخص بالنسبة للمسالكين الذين يستعملون عملات اخرى اذا هناك مجموعة من المحفزات التي تجعل اسعار النفط ترتفع لان شراء النفط يبدو جاذبا ومع اتجاه التضخم الى المستوى المناسب في امريكا فان البنك المركزي الاوروبي سيصير على خطى الفيدرالي برفع الفائدة ربما لدى المركز الاوروبي رفعان اضافيان للفائدة وامريكا في الطليعة والبيانات في امريكا تدفع النفط في اتجاه انصاعد حاليا طيب بالنسبة للا اقتصاد الصيني وعليا ايضا في المرحلة الحالية ربما هناك متطلبات لتحفيز الاقتصاد سواء من الحكومة او من البنك المركزي لانه واضح للجميع على اقتصاد الصيني لا يتعافى بالقدر الكافي وكما كنا نقرأ في بداية العام يعني بعد هذه الفترة الطويلة من الاغلاق هل هذا التحفيز الاضافي في تقديرك ستسعره السوق ايضا انه قد يضيف المزيد من الايجابية اذا ما بدأ ان ياخذ فيه التأثير في النصف الثاني من هذا العام الصين طرحت امكانية التحفيز وهي تعاني من احتمال انتماش اسعار في الاقتصاد وهذا يعني ان الناس سيؤجلوا الشراء اذا كانوا سيعتقدون ان الاسعار ستتراجع وهذا سيشكل ضغطا حقيقيا على الطلب المحلي في الصين وفي الوقت ذاته من المهم ان نراقب ارقام ناتج محلي اجمالي التي ستصدر في الصين هذا الاسبوع واي رقم اقل من نمو بخمسة فاصل سبعة في المئة في الربع الثاني سيكون مخيبا للامال اذا الصين وقتها ربما ستعلن عن تحفيز او ما اذا كانت تريد التحفيز وهي ستراقب البيانات لكن هذا الامر محتمل هل سيكون تحفيز مباشرا وفوريا لا اعلم لكن بالتأكيد سنرى بعض الاحصائيات التي ستصدر وستكون لافتة وستوجه مسار السياسات بعدها وايضا يعتمد على مقدار التحفيز الذي سيذهب الى القطاع الصناعي وما اذا كان سيكون هذا هو محور الاهتمام لان القطاع العقاري على ما يبدو سيستحوذ على الجانب الاكبر بارني نعم هذا صحيح هو قطاع مهم يقود الاقتصاد بالنسبة للتحفيز يجب ان نكون حذرين عند استعمال اداة من هذا النوع فالاقتصاد الصيني يعتمد على التصدير واذا كانت الدول المستالكة في اوروبا وامريكا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اذا لم تستعلك البضائع الصينية فلا بد من تحفيز الطلب المحلي في الصين وهذا كان هو التحدي القائم دائما بالنسبة للصين هي تعاني مع عنصرين اولا استعادرات الى الدول التي لا تشهد نموان اقتصاديا وهناك مشكلة في النمو الاقتصادي المحلي الذي كان مخيبا اذا هذا قد يعني ان التحفيز قد لا يعطي النتيجة المرجوة وبالتالي لا بد من تحديد القطاعات التي يجب ان يستهدفها التحفيز فالامر سيتوقف على ما ستفعله دول اخرى ايضا وكيف سيكون اداء واذا سيؤثر على اداء الاقتصاد الصيني بطبيعة الحال في النصف الثاني من العام شكرا لك بورنينج ري على هذه التحليلات تتابعونا في طاقة بلس بعد الفاصل توقعات استمرار موجة الحرارة التي تضرب ولايات جنوب غرب الولايات المتحدة تدعم اسعار عقود الغاز هل ستستمر هذه التوجهة لطالما شكلت دول شمال افريقيا موردا رئيسيا للوقود الاحفورية الى اوروبا حقول النفط والغاز الموجودة في تلك المنطقات تضخ شهريا ملايين الاطنان من الوقود للكارة الاوروبية هذا الامر فتح اعين شركات الطاقة الاوروبية الساعية لخفض انبعاثات الكربون سوب تلك المنطقة الان بحثا عن مصدر جديد للكهرباء هذه المرة مع مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لنقل القهرباء شمالا عبر كابلات بحرية بحسب التقارير تدرس اليونان وايطاليا والبرتجال وايسبانيا وحتى بريطانيا الابعد من حيث المسافة تدرس جميعها طرق الاستفادة من الطاقة المتجددة من صحاري شمال افريقيا هذه التقارير تشيروا الى ان رواد الاعمال في تلك الدول بدأوا بالفعل بدراسة ست مشاريع على الاقل في الوقت الراهن تلك المشاريع تتنوع بين تمديد الكابل الذي يربط بين المغرب وايسبانيا الى مشروع لانشاء كابل بطول 3200 كيلو متر من سحر المغرب على المحيط الاطلسي وحتى جنوب انجلترا لا تقتصر تلك المشاريع على المغرب العربي بل يمكن الاشارة ايضا الى بحث مصر واليونان لمشروع انشاء كابل كذلك عبر كبرس وتنفيذ مشروعات مشابهة من تونس والجزائر الى ايطاليا ليبقى التساؤل هل نشهد قريبا ربط منشآت طاقة الرياح والطاقة الشمسية في افريقيا بشكل اكبر مع الشبكة الاوروبية بدأنا بمشاهدة ارتفاعات مؤخرا على العقودة الاجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة مع توقعات باتساع موجة ارتفاع درجات الحرارة التي تجتاح معظم ولايات جنوب غرب الولايات المتحدة بحسب التوقعات قد تصل درجات الحرارة في ولايات الجنوب الغربي الى مستويات قياسية 46 الى 49 درجة مئوية في بعض المناطق وماشمال كاليفورنيا اريزونا نيفادا وصولا الى خليج المكسيك هذا قد يرفع مستويات الاقبال طبعا على اجهزة التبريد وبالتالي على الكهرباء وبالتالي طلب شركات الكهرباء وتوصيل الكهرباء على الغاز الطبيعي وبالتالي يرتفع اصعار الغاز في سياق متصل تشير بعض التقارير الى انخفاض انتاج الغاز في الولايات المتحدة الى جانب ارتفاع صدرتها من الغاز المسائل الى المكسيك التي تواجه هي الاخرى ايضا درجات حرارة قياسية عالية لكن السؤال المطروح كيف يبدو مستقبل الطلب على الغاز في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة اي نطاق سعري متوقع لهذه التحركات لا ننسى ان الغاز الطبيعي تعرض لضغوط كبيرة خلال الفترة الماضية يعني سواء في اوروبا بعد ان ملأت الدول الاوروبية مخزوناتها من الغاز وبعد طقس دافئ في الشتاء لم تستنفذ فيه تلك الاحتياطيات في اوروبا وايضا طقس دافئ في الولايات المتحدة لم تستنفذ فيها الكثير من او لم يكن هناك طلب كبير على الغاز من اجل التدفئة لكن على ما يبدو ان الطلب سيأتي هذه المرة من اجل التبريد ومع هذه التغيرات القياسية في درجات الحرارة من واشنطن رحب بسارة حكيم مديرة حلول الغاز والطاقة والمناخ في اسان بي جلوبال قمودتي انسايتس اهلا بك سارة يعني هذا وهذه الموجة الحارة ربما اعلى من التوقعات لكن الى اي حد فعلا ستكون مسبب لزيادة الطلب على الغاز الطبيعي نتوقع موجة حرارة في امريكا هذا صحيح لكن هذا الامر ليس غير متوقع في هذا الوقت العام عادة الاسبوع الثالث من يوليو هو الاسبوع الاكثر حرارة في امريكا وحرط الطاقة لتوليل الكهرباء يصل الى اقصى مستوى احيانا هذا امر متوقع وقوة السعر ايضا امر متوقع ولسنا امام اي وضع غير طبيعي ما لم تستمر موجة الحرارة لفترة طويلة ساعتها قد نرى الاسعار تقوى لفترة اطول اذا استطيع القول ان ارتفاع درجات الحرارة هو امر انقذ الاسعار بعد ان كانت منخفضة منذ عدة اشهر طيب انت ترى ان الوضع الطبيعي ان تكون درجات الحرارة من 114 و120 فارنهايت في هذا التوقيت او 46-49 سليزيس يعني هو ايضا رقم كبير يعني هو بالنسبة لي على المتوسطات هو رقم قياسي هل هذا لا يغير في شيء في الامر هو امر طبيعي فقط بالنسبة لهذا الوقت من العام في وجهة نظرك؟ على سبيل المثال درجات الحرارة المتوقعة للاسبوع والاسبوعين المقبلين اعلى بشكل طفيف مقارنة بالدرجات التي سجلناها في يوليو من العام الماضي بالتأكيد هذا الامر سيزيد من توليد الغاز وسيكون هناك طلب اعلى على الغاز لكن حتى الان لا نتوقع تجاوز مستويات العام الماضي مثلا هذا الامر يؤثر لكن الذي يحصل هو ان سوق الغاز فيها معروض وفير هناك مغزونات عالية تفوق المتوسطات وبالتالي سنرى زيادة في السعر كما يحصل مع نايميكس هناك قوة في اسعار العقد الاجلة لكن لسنا ما موضع غير طبيعي او اي شيء يغير قواعد اللعبة حاليا بل هذا امر مطلوب في سوق الغاز من اجل توفير بعض القوى للسعر طيب هل يعني بحسب حديثك انه ربما تكون هذه عوام المؤقتة لكن الى اي مدى سيكون لها تأثير على الاسعار يعني اذا كانت الامور بهذه الكيفية والاساسيات لا تشيري للمزيد من قوة اسعار الغاز الطبيعي فهذه الارتفاعات هل ستكون محدودة بصقف قريب من المستويات السعرية الحالية؟ سبب ان هذا الامر هو ارتياح مؤقت لان السوق فيها معروض وفير حاليا وموجة الحرارة تتركز حتى الان في الجنوب فقط في الايام الـ 14 المقبلة وبحسب توقعات الطقس فان المناطق الاخرى في امريكا لا تتوقع ذات المستوى من الحرارة او اي درجات حرارة غير طبيعية وبالتالي هذا لا يساعد الوضع لان الوضع يتركز فقط في الجنوب وهذا سيوفر بعض الدفع للاسعار الى الاعلى ولكن كما قلت ما لم يستمر الامر لفترة طويلة من الزمن وما لم تختبر مناطق اخرى في امريكا درجات حرارة عالية واذا ما استمر الطقس حارا حتى سبتمبر وخلال فصل الصيف فان قوة الاسعار هذه ستظل ولكن لا نتوقع اسعارا اعلى من المستوى الحالي بالضرورة لذلك انا اشير الى الامر على انه ظاهرة قصيرة الاجل في الوقت الحاضر طيب اذا كانت هذه ظاهرة قصيرة الاجل دعينا نتحدث عن الصورة العام والاشمل وهو الزيادة في الارتفاع في الكميات المعروضة من الاجازات طبيعي سواء في الولايات المتحدة او في اوروبا في نهاية الامر اوروبا ايضا ستستعد لفصل الشتاء القادم هو يعني سيكون طبعا امر اسهل من فصل الشتاء الماضي لاستعداد له لازالت المخزونات في مستوى جيدة فلكن هل سيخلق ذلك اي طلب اضافي في تقديرك انه او انه لن نشهد ابدا المستوى التي كنا شهدناها في الصيف الماضي حينما كانت ذروة الحرب الروسية الاوكرانية وتأثيراتها تؤثر على الاسعار وعلى محركات السوق انت تسأل عن انتاج الغاز في امريكا خلال فصل الصيف وامدادات الغاز طبيعي المسهل من امريكا انا تحدث عن اوروبا على وجه التحديد الان اذا كنا تحدث عن الطلب الاوروبي على الغاز وبالمقارنة مع الفصل الماضي بالنسبة لاوروبا هي في وضع مشابه كما هو الحال في امريكا فالمخزونات في اوروبا عند مستويات مقبولة جدا وهذا يعني ان اوروبا اكثر استعدادا قبيل فصل الشتاء مقارنة بالعام الماضي وحتى لو كان فصل الصيف اشد حرارة الا ان اوروبا في وضع افضل مقارنة بما كانت عليه العام الماضي بسبب ارتفاع مستوى المخزونات حاليا صحيح اننا قد نكون امام ذات مستوى الطلب وذات ظروف طخص لكن الامر يتعلق بحجم المخزونات خبيل فصل الشتاء وهذا ما يحرك الاسعار فعليا وهذا ما يشير الى ما اذا كانت الاسعار سترتفع الى مستويات عالية او ما اذا كنا سنرى زيادة تدريجية بما يعقص الطلب الاعلى شكرا لك صارح حكيم شكرا جزيلا على هذه المشاركة وعلى هذه التحليلات وصلنا بذلك الى نهاية حلقة هذا الاسبوع من طاقة بلاس شكرا للمتابعة مشاهدين والى اللقاء في حلقة الاسبوع المقبل اشتركوا في القناة